يعني أنا كتير باحترم الناس اللي بيشتغلوا إشي بشغف وبيسعوا إنه يعملوا مستوى يعني بأعلى المستويات وأعلى معايير الجودة فأهلا وسهلا فيكي وسهلا شكرا إليك حبيبيت وشكرا للتلفزيون رؤية ولا متجر رؤية على هاي الاستضافة كتير مبسوطين وفخورين إنه إحنا عم منعرف بهيك منتجات أول شي خبرنا بشو بتتميز وسامز جورمي تتميز إنها أنا حاولت أميزها عن السوق أول إشي مسلا إزعتر لعنها عضوي خالي من الجلوتين هي بلشت مشواري مع الزعتر إلي ثلاثة سنين كنا عم ندور على منتج نضيف يعني مع احترامي للبسوق بس كان بدنا إشي معين يعني بدون عيدان بدون كذا فبلشت من مشروع الزعتر وبلش نضيف سنة عن سنة منتج يعني كل فترة نضيف إشي جديد حلو طيب خلينا نتوقف عندي الزعتر هلأ قلت لي بلش الزعتر بدك تودي لأهلك بكندا زعتر نضيف صحيح صحيح يعني قلت لي أنت بطلقته بإيديك الزعتر نعم إحنا منروع المزارع بروح أغلب الأوقات ومنجيب الزعتر العضوي أوكي يعني مميز مش أي زعتر للأورغانيك ومجيبه منطقة ورقة ورقة وبنخسل وبنشف بالبيت وبفرق بالبيت بالغربال يعني قسطو من وإش ضيف تيلو سماء سماء نعم وبستخدم ملح الهمالاين آه كي طب ليش غلوتين فري يعني اللي بسوق فيه غلوتين يحطوا أمح أوقات عشان يوزن لأن الزعتر زي ما بتعرفي بعد ما ينطحن بيصير وزنه كتير خفيف بيبطل أي شي فبيضيفه يا أقضعمة يا أمح عشان يتقل وزنه وأنا صوري ما عم بعمله تجاري هو نفس اللي إحنا بنوكله بالبيت بس لعائلتي أكبر وبعدين عامل إشي تاني بالزعتر شفت أنا مخلل زعتر نعم كيف هاد برضو قولك أنا من عشاء الزعتر الأخضر يعني أنا بعتبر اللي ما إله قديم ما إله جديد وزعتر يعني ما بنستغني عنه هو زعتر أخضر برضو نفس الفكرة بنغسل وبنكبس بزيت زيتون صافي مع سماء وجوز وشطة واو وهذا بتاكل مع لبنة مع جبنة فتة يا سديدي خبزة محمصة بها البارد وكهسة شاء يعني فاتح مشاهية طيب كمان عندك الطحينة قلتلي ما فيها غلوتين لأنه اللي بالسوق ممكن يكون مضيوف لها الطحين مظبوط هاد السمسم هون أنا السمسم بحاول إني أنقعه بماء عشان نستخرج أي إشي مش نضيف فيه وبحمصه وبطحنه على البارد عندي بالبيت هاد أنتي بتقولي بالسوق كيف من بيحط طحين بيحط طحين أوقات عشان برضو يزيد يعطيه بياض آه كي نعم طيب وهونا فيه دققة الدققة آكي انتي الدققة الغزاوية هاي أنا حاولت أجيب يعني من كل شي هاي غزاوية من ماذا بقى مظبوط هي عبارة عن بحارات مشكلة طبعا البهارات بجيبها بنظفها بصول بطحن بالبيت أحلى وبعمل في عنا الدققة اللي بي أمح والدققة للناس اللي عندهم حساسية الأمح اللي بعملها بحمص أيوة يعني اللي عندهم حساسية أمح كتار سعب يكون مكتوب عليها مية بالمية أمح وهاي بدون أمح مية بالمية أوكي هون كمان الشطة هاي هاي الشطة بالسلر يعني هاي الشطة أورغانيك عضوية مية بالمية أوكي لا فيها ملح ليمون وبعدين بنقي أحسن أنواع الفلفل أنا بنقيه بإيدي حبة كاملة سورية وبطحنها برضو بماكنها خصوصية يعني وهذا أكيد زيتون بلدين زيتون نعم هلأ قلتي لي إصدك مع المن والسلوى أنه ضليت قدي تلت سنين تجارب وراك وراك ولا سنة 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 ضليت وراها للمن والسلوى لأنه أنا يعني من والسلوى كتير بحبه وبصراحة بدوري على طعم العراق الأصيل ما عم بلاقيه بالسوق ضليت وراه تحدي وأتلف طبعا كميات يعني كمية عبالما وصلت للطعم اللي بدي إياه والحمد لله لقى يعني إقبال كبير يعني نشكر الله وبرضو في منه غلوتين فري آآ لأنه فيه طحين لأنه فيه طحين وأوقات بخلطوا لطحين ما عجنة المن والسلوى فأنا لا بعمله غلوتين فري مية بالمية مهم وهاي كمان الكعكات كتير زاكين نعم هاي المقروطة اللي معترف فيها في بلادنا الأردن وفلسطين بس هون أنا كمان استخدمت طحين اللوز برضو لأنه الكل بعملها بحبيت أتميز أنا فما فيها سكر وما فيها طحين الأمح وخالي من أي دهون بس شون خلاك تتوجه إلى الأشياء غلوتين فري؟ لأنه لقيت قديش فيه ناس فعليا بحاجة بدها لغلوتين فري ولقيته مو غلط يعني وحبيت أنا كمان أتميز بمونتنا العربية مونة كبيرة وغنية بصراحة وكمان حبيت أني أقدمها كهدية يعني إحنا لازم نختخر بمونتنا يعني الأجانب صاروا يأكلوا أكلنا ويطلبوه صح؟ بعدين إنه طعام كتير زاكي هلأ أنا بحب أذكر لكل اللي عم بيتابعونا إحنا لايف على صفحة الدنيا يا دنيا على فيسبوك تواصلوا معنا لأنه شخصين مني راح يتواصلوا معنا ويسام كاراتشم حضرت لهم باكيجز شخصين مني راح يتواصلوا معنا كل شخص راح يربح باكيج من هاي منتجات المونة شو في جوا الباكيج؟ فيها فيها زعتر شطة دقا مقروطة ومنو سلوى يا حبيبي بكفل منو السلوى لحالك رائعة ويسام رائعة طيب هلأ انتي إليك تلت سنين بهذا البزنس وموجود يعني عشان اللي عم بيحضرونا بيحبوا يتسوقوا من منتجاتك عندك صفحة على انستجرام مظبوط وسامز جورمي نعم صفحة على فيسبوك مظبوط ومتجر إلكتروني وسامز جورمي نعم وبتشحني بس للأردن؟ مبدئيا بس للأردن بس في عندي طلبات بتكون بيرسونل لبرة طب بتقدري يعني كيف بدك تحافظي على الجودة يعني أنا ملاقيته إنه إشي كتير جودة عالية جدا مش سهل تنشحن عندك أفكار يعني أكيد هذا الإشي راح ينتشر ويصير لبرة أنا هذا اللي بدعا هلا أنا في بروغرام عشان كيف نطور حالنا ونصير مع وثبا عم بتدرب؟ عم بتدرب قال هيك شي شوفي قدي لتعلم لأشياء معينة للسوق للمعلومات الإلكترونية؟ مهمة تطور؟ صحيح صحيح قدي سفادك يعني للتعلم المستمر بهاي المسيرة؟ بتفيد كتير ولساتني بتعلم يعني أنا ما خلص تعليم كل يوم نتعلم شي جديد وأنا يعني حلمي إني أصير أكتر لأنه مش هي الهدف لتأغزين المادة بس إنه هو الشغف لما واحد بيحب شي يعني ضلوا متمسك فيه يعني وفيه دعم بيكون من العيلة وهيك يعني بتقوليني وسام قدي إنه من قلبك بتشتغلي إنه مثلا الزعتر بيطلقتي ورقة ورقة الفلفل بالإيد طب هلا لما بيكبر البزنس وبيصير حجم عندك ناسي مثلا لو وظفتي ناس أكيد رح تدر بيهم إيش رح يصي الشكل البزنس يعني أنا في الوقت الحالي أنا فروم سكراتش زي ما بيحكوا بكل إشي من الباكيجينج بالتغليف بلف الهدايا كله فيه بأكيد بحلم إنه بكرا نكبر المشروع منه نفيد بعض يعني بهالإشي حلو وليلة بالعكس معلوم إن شاء الله بس أنا بطلع الدرجة زي ما بقوله خطوة خطوة يعني طبعا لأنه كل خطوة في إلها تفاصيل كتيرة وخصوصا بظن كمان الشغل بالأكل مو إشي سهل أكيد أول شي النظافة أكيد الجودة الطعم إذا الزباين مش كل مرة كان نفس الطعم صحيح مرة واحدة فمعك حق يعني هذا مش إشي تعملي منه لما بك تعملي تجاري إلا ما يصير إعكش وهي زي ما بقوله نعم فبدك تكون ثابت الخطوات نعم طب شو أكتر شي بنباع عندك الشطة الشطة كتير شطة والزعتر كتير بنباع يعني اللي بدوقه بيضل يرجع رابا وفي عندي منتج بس خلص هلا ورق دوالي بلفوا باللبنة هداكة كتير وخلصت الكمية يعني بس رائع برضو زي رائع بس أنه اسمع يعني أنا عم برجع دائما بحب أنا بدايات القصص أنه بديتي بتحضري زعتر لأهلك صحيح وبعدين مين أول مشجعين كان يعني طلعوا لك أنه لأ مثلا ويسام كم بني أعملي منتجات أخرى صحيح أختي وصديقاتي ويسام ليش ما تصير تبيعي بالإنه مدام يعني كل عم بوزع يعني بأميركا بالخليج لأصحاب فقالوا لي لي ما تدخل على الخط قلت لهم أنا ما معرف بالتجارة يعني أنا بعمل إشي لأهلي يعني بأي إن كان فصارت والحمد لله يعني هلأ هلأ موسم هلأ ما ندخل على موسم الربيع بإذن الله مثلا حاب أدخل السمنة البلدية هاي أكلات ما بتستغني عنها حلو حلو طبعا طبعا ومتجر رؤية أنت كمان موجودة نعم كل شكر لمتجر رؤية دائما دائما وإحنا عن جد بنشكر لأنه مكون كتير فخورين لما لأنه مطبخنا كتير غني زي ما قلت صح المونة الأردنية اللبنة الشطة هاي الأشياء كتير فخورين بهاي الطعام وفخورين إنه ناس عم تطلع بمنتجات عالية الجودة بتحافظ يعني على الجودة بحب أذكر إنه تواصلوا معنا على صفحتنا على فيسبوك لأنه شخصين من اللي عم بتواصلوا معنا رح تربحوا هدايا محضرت لكم إياها وسام اللي هي بتضمن عدة منتجات إيش قلنا فيهم زعتر؟ زعتر شطة ودقة ومقروطة ومنوس هلواء أنا لو ما بيبهد اللي تقوم مش قادرة لازم أدوقه فباستنى نخلص فشكرا إلك وسام وبحب أسمع نصيحة منك للناس اللي عم بيبدو أعمال صغيرة وخصوصا في مجال المأكلات يعني أنا بشجع كل ست كل صبية في بيتها إنها ما تيقس لأنه النجاح بأخذ وقت واللي بدها تنجح حلو يعني تشوف شغلها بصعبه وبنجاحه يعني بس إنه الوحدة لازم ما تتراجع أبدا وتكون واثقة باللي هي بدهية يعني بعد ربنا وبعد دعم بالبيت يعني الوحدة تستمر لو أخذ فكرة طويلة إنه إحنا ما نتوقع النجاح يجي بكبسة زر نو إذا ثانية كاملة وأنت تجربي المنوي السر بالضبط بالضبط فالنجاح بده وقت وبصراحة بحفز كل الستات لأنه يعني إشي كتير منيح وبالوقت يعني والوحدة تتثق بي إيش هي بتحب أفتر أوب وبتسجلي عورقة لما تعملي تجربة ونجحت معك المقادير أكيد كلهم سجل أكيد أه أكيد أه نعم شكرا إلك ويسام شكرا ويعطيك العافية إذا برجع بقول إذا بتحبوا تتابعوا أو تشتروا هاي المنتجات بتقدر تشوفوا صفحة ويسام على إنستغرام فيسبوك ومتجرها الإلكتروني ويسام زجورمي شكرا ويسام شكرا كتير للك شكرا شكرا كتير للك شكرا شكرا يعطيك العافية رندا وست ويسام طبعا نورتنا وشرفتنا شكرا للك شكرا للكمانا يلا نشوف مين ربح معنا طبعا إحنا كنا لايف على الفيسبوك دوقتي إشي؟ لا كنت أدوق المن بس خفت لطحيني بحد إلاك بدنا صفرة إذا هيك طيب إذا كنا لايف على الفيسبوك رح نربح شخصين من أكلات ويسام البيتية فداء أبو عيشة أول رابحة وأحلام خطاب فداء أبو عيشة وأحلام خطاب من صفحة الفيسبوك لها دنيا يا دنيا لما كنا مباشرة عبر الفيسبوك بالفقرة ألف مبروك وأكيد فريق الإعداد رح يتواصل معكم بالفعل زي ما كنتوا عم تحكوا مطبخنا بالشرق الأوسط والمطبخ العربي بشكل عام غني بالنكهة ومفيد مفيد يعني إحنا دايما أكلاتنا إذا بتطلع عليها البيس تبعها التومة أو البصل اللبنة أنواع الخضار كيف منعملها مخلل وغيرها عن جدة مفيدة